هذا وشارك وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في العرض التقديمي الذي عقد عن بعد وقدمه الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان النتائج الرئيسية لتقرير البرلمان الالكتروني العالمي للعام 2024 نعم حيث أشاد المشاركون بالتقدم الإيجابي الذي حققه مجلس الشورى والنواب بمملكة البحرين في النطج الرقمي على المستوى الدولي للبرلمانات شارك في العرض التقديمي الافتراضي السيد هالة رمزي فيز عضو مجلس الشورى والدكتور مهدي نشويخ والسيد حسن إبراهيم أعضاء مجلس النواب حيث تضمن التقرير الأسس التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي في تصنيف الدول ولتائجها ضمن مؤشر النطج الرقمي متمثلة بالمشاركة العامة والمحتوى الرقمي والنشر ودعم المستخدمين في البرلمان والنظم البرلمانية والبنية التحتية والحكومة والاستراتيجية والإدارة في المجال الرقمي